طب قولي بقى الألوان المودة احنا معنا دوقتي بالتة قماش اه دي ايه بقى؟ انا جايب طبعا المودة كتير لكن احنا بنا بتكلم بس على الكلور نفسه كويس بكلهم قطيفة اه انا قلت بس عشان ايه نقدر نجيب أكبر كم من الألوان طبعا الكاشمير كان الفترة اللي فاتت او اللون الكاشميري كان مسيطر تماما اللون الكاشمير ده اللي هو درجة من درجات الموف أو روس هو عد من شوية تحت الزيتي بصي كده دي درجة منه اهي ممكن تمسكها فيدك وهيك ترجع دهرك ورا اهي كويس كده اه ده اللون الكاشمير اللي بقوله حدودكو عليه ده يعني شغال كويس كويس ده المودة اعتبر وطالع على فكرة الفترة اللي جاية الكوحلي راجع تاني الكوحلي والأغدر الجنزاري الأغدر الجنزاري اللي هو طحفة الأغدر ده اه طبعا فظيع هتبصي تلاقي دايما الألوان اللي بكلمه حدودك هتلاقيها مودر كل الألوان اللي بكلمك فيها مودة مودر طب ايه الألوان الكلاسيك هتلاقي الألوان القديمة هتلاقي الألوان القديمة اللي هي البجات الكافيهات اللي هي الألوان الرئيسية معاي طيب أنا بختار يعني حايف بتتكلم في فكرة أنه أنا عندي النود أو الاسمه إيه هو اللي هو الأولين من لون الأولين الكشمير أيوة والأخضر جنزاري والكحلي طالع موضة حلو كده أنا بختار على الموضة ولا أنا بختار على أنا بيتي عمل إزاي ولاي أعلي لا لا أنا في السطارة في السطارة دي بك سيفنم السطارة دي أستاذيني من حطها هنا بقى السطارة دي هي الكرفات بتاعت البدلة لازم تليقها لازم تركب البدلة كلها على بعضها آخر حاجة تفكري فيها السطارة يعني تكوني خلاص خلاصت الفورنيشر بتاعي خلاصت اللون الحيطة بتاعي خلاصت اللون السجاد بتاعي وأخذ التطش الأخير اللي يربط الدنيا ببعضها معايا فمش السطارة اللي بيتحدد اللون اللي انت عايزا إيه لا أنا باخد السطارة أو أخد كالر بتاع السطارة من البيئة أو من الحاجات اللي موجودة عند حضرتك هو دالة هينطق معي أخذ لون ينطق الحيطة اللي انت عاملها يعني ما خدش لون نفس لون الحيطة طب أنا عملت إيه ما خدش لون نفس لون الأنطرية طب أنا عملت إيه لأ أنا بأخذ لون يعمل كونترست مع الأنترية يعني فيه ناس كتير معادي تكلم حضرتك فيه ناس كتير أبوص اليوم جايلي يقول لي أنا عايز سطارة نفس لون السالون نفس لون الأنترية ده أكبر غلط ممكن ما بقاش نفس لون يعني بيبقى شكله مش أحسن حاجة لو نفس لون الأنترية أو السالون لو هم مثلا مشجرين أو مقلمين أو كده لكن فيه ناس بتعمل مثلا الأنترية أو السالون بيش فاتح خالص وتبقى عايزة تعمل السطارة برضو في الفواتح تبقى كأنها قاعدة كده يعني كل حاجة بنوارة حواليه لا ده مش 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 صح ده مش مش هيدي الرؤية اللي حضرتك عليه أو مش هيريح العين اللي حضرتك بتقول عليه طيب أنا هاخد معاكي مثلا بسيط كده أنا عملت دلوقتي السالون فاتح خالص ولأن الحيطة أوريزيا هيبقى فاتح وأعمل السطارة فاتحة طب أنا عملت إيه أنا خليت الدنيا كلها مية وحدة تمام مافيش الكونترست مافيش القطعة بالبلد مافيش الحاجة اللي هتاخد خدوهات لا الأفضل أنا بقطع بلون بينطق السالون يعني عارفة أنت لما أنا عيني تقع كده على السطارة خادة عيني لازم يكون فيه اختلاف ما بينها وبين السالون عشان عيني تنزل على السالون أيوة صح تمام بس هي الفكرة في كده بالبلد دي كده خدوهات يعني تبقى فيه كونترست ما بين الاتنين أيوة صح ترجمة نانسي قنقر